الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم كما وأنني أذكركم بتذكير غيركم وبدعوة غيركم لحضور مجلس العلم ليعم الخير وتعظم الفائدة وينتشر هذا العلم بين الناس وبذلك تحصلون الأجر والثواب والخير والبركة ونبدأ بمجلسنا متوكلين على الله سبحانه مخلصين له عز وجل قال الإمام الهراري رضي الله عنه فالقرآن بمعنى اللفظ المنزل أو المنزل هو الذي يكتب بأشكال الحروف ويسمع بالآذان ويحفظ في الأذهان بالألفاظ المتخيلة ويقرأ باللفظ أما الكلام الذاتي فلا يحل في المصاحف لكنه يطلق على كلا الأمرين أنه كلام الله فهو باعتبار إطلاقه على الكلام النفسي حقيقة عقلية شرعية أما باعتبار إطلاقه على اللفظ المنزل فهو حقيقة شرعية لأن اللفظ المنزل ليس عين الكلام الذاتي الأزلي الأبدي وتقريب ذلك للفهم أنه يصح أن يقال تلفظت الله أي تلفظت بلفظ يدل على ذات الله المقدس ويقال كتبت الله أي أشكال الحروف الدالة على الذات القديم ويقال للفظ الجلالة المكتوب على لوح ونحوه هذا الله ويقال قرأ فلان قراءة حسنة صحيحة ويقال قرأ فلان قراءة غير صحيحة فلا يصح أن يكون قول القائل تلفظت الله وكتبت الله أن يكون على الحقيقة العقلية لأن الله تعالى لا يحل بألسنتنا وكذلك كلامه الذي هو ذاتي لا يحل بألسنتنا إنما العبارة هي التي تحل بألسنتنا فإن قيل إذا لم يكن اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي فكيف كان نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإجابة على هذا السؤال الأخير الذي ورد في المتن نعلق هنا بمسألة مهمة وهي أن اللفظ المنزل يعني الذي أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ وقرأه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغة العرب باللغة العربية لأنه صلى الله عليه وسلم عربي هذا اللفظ المنزل هو المكتوب في المصاحف في الأوراق بين دفتي المصحف هو المقروء بالألسن المسموع بالآذان المحفوظ في الصدور المكتوب في اللوح المحفوظ الذي قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهكذا هذا اللفظ المنزل ليس هو عين الكلام الذاتي الأزلي الأبدي الذي هو صفة ثابتة لله تعالى لأنه لو كان هو عين الكلام الذاتي لكان معنى ذلك أن المخلوق يتصرف في الخالق والعياذ بالله تعالى وإلا كيف أخذه جبريل من اللوح المحفوظ وكيف صار في اللوح المحفوظ لو كان هو الكلام الذاتي ثم كيف قرأه جبريل ثم كيف قرأه الرسول ثم كيف قرأته الصحابة هذا دليل أنه ليس هو عين الكلام الذاتي فهذا اللفظ المنزل أو المنزل هو عبارة دليل يدل على الكلام الذاتي الذي لا يشبه كلام المخلوقين ثم هذا اللفظ المنزل يقال عنه كلام الله أو يقال عنه القرآن كما قلنا لأنه ليس من تأليف مخلوق إنما هو يدل على الكلام الذاتي ومسألة ثانية وهي أن هذه الحروف يعني حروف اللغة العربية الحروف المتخيلة في الزهن الحروف التي لها أشكال كيف يصح أن تكون هي عين الكلام الذاتي والمخلوق يكتبها كيف لو كانت هي الكلام الذاتي بعينه على زعم المشبهة يعني على زعمهم المخلوق أضاف صفة إلى الله تعالى المخلوق كتب صفة ذاتية لله تعالى ثم عندما تمحى يكون هذه الكلام الذاتي على زعمهم فنية على زعمهم زال كيف لو كان هذا اللفظ المنزل هو عين الكلام الذاتي الأزلي الأبدي عندما يكتبه المخلوق صار المخلوق يكتب صفة أزلية بزعم المشبهة وعندما يمحى من المصاحف أو يحترق أو يحترق على زعمهم المخلوق حرق صفة ذاتية لله المخلوق أعدم صفة ذاتية لله على زعم المشبهة حاشا وكلا هذا لا يليق ولا يصح ولا يجوز ولا يقبله مسلم ولا يقول به مؤمن ولا يقر به عقل سليم فإذا هذا من أقوى الدليل على أن اللفظ المنزل المقروب باللغة العربية بالألسن المحفوظ في الصدور المجموع بين دفتي المصحف المحفوظ في صدور الناس ليس هو عين الكلام الذاتي الأزلي الذي هو صفة ثابتة قائمة للأبذات الله تعالى فإذا الله تعالى كلامه ليس هو هذا اللفظ المنزل إنما هذا اللفظ المنزل يدل على كلام الله وليس كما قال هؤلاء المشبهة ماذا قالوا؟ قالوا الحبشي ينكر أن يكون الله تعالى متصف بالكلام وقالوا القرآن هو من كلام جبريل ومن تأليف جبريل والله لا يتصف بصفة الكلام كذبوا وافتروا هذا كتاب الشيخ وهذا الذي نشرحه وهذه كتب أهل السمنة والجماعة كلنا نثبت أن الله متصف بالكلام الذاتي الأزلي لكن نقول ليس ككلام المخلوقين نقول الذي نزل به جبريل من اللوح المحفوظ هو عبارة يدل على الكلام الذاتي الأزلي لو كان هو الصفة الذاتية كيف يتصرف فيه مخلوق هذا الذي نقوله ثم في درس الأمس أليس قلت في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما تكليما تأكيد على أنه كلام حقيقي وأنه كلام ثابت لله لكن لا يشبه كلام المخلوقين بلا حرف ولا صوت ولا لغة هذا الذي نقوله هذا الذي نقوله نعم فإن قيل إذا لم يكن اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي فكيف كان نزوله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالجواب ما قاله بعض العلماء إن جبريل عليه السلام وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ فأنزله بأمر الله له على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قراءة عليه لا مكتوبا في صحف ويدل لذلك قوله تعالى إنه لقول رسول كريم أي مقرؤ جبريل فلو كان هذا اللفظ المنزل عين كلام الله الذاتي لم يقل الله تعالى إنه لقول رسول كريم أي جبريل لأن جبريل هو المراد بالرسول الكريم أما المشبهة فتقول الله يتكلم بالحروف كما نحن نتكلم بالباء ثم السين ثم ما يلي ذلك من الحروف في بسم الله الرحمن الرحيم وغير ذلك من ألفاظ القرآن وفيما قالوه تشبيه لله بخلقه لأنه لو كان يتكلم بحروف تخرج من ذات الله تعالى كما تخرج من ألسنتنا لكان مثلنا ولا يجوز أن يكون مثلنا لأنه نفى عن نفسه مشابهة غيره له بقوله ليس كمثله شيء فرضي الله عن أئمة أهل السنة حيث بيّنوا الصواب من الاعتقاد الذي لولا بيانهم لخفي على كثير من الخلق ولوقعوا في تجسيم الله تعالى وهنا فائدة مهمة وهي أن جبريل عليه السلام سمع كلام الله الذاتي الذي ليس ككلام المخلوقين وفهم من كلام الله الذاتي أن الله يأمره يأمر جبريل عليه السلام أن يأخذ القرآن من اللوح المحفوظ جبريل عليه السلام أخذ القرآن وجده مكتوبا في اللوح المحفوظ فأخذه بأمر من الله تعالى ونزل به في ليلة القدر من اللوح المحفوظ ووضعه في مكان مشرف له خصوصية في السماء الدنيا يقال له بيت العزة مكان له خصوصية مشرف ومن هذا المكان صار جبريل ينزل به منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شو يعني منجما ما معنى منجما يعني مفرقا أحيانا ينزل بالصورة الكاملة وأحيانا ينزل ببضع آيات إلى أن تكامل نزول القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام في غضون 23 سنة لأن الرسول عندما نزل عليه الوحي أديك عمره كم كان عمره أربعين سنة هذا القول المعتمد هذا القول الصحيح هلأ بعضهم بيقول أربعين شهر أربعين يوم أربعين كذا هذه أقوال ليست معتمدة القول المعتمد الصحيح أنه أربعين سنة صلى الله عليه وسلم وكان الرسول حبب إليه الخلوة في غار حراء كان حبب إليه الخلوة في غار حراء ومعنى حبب إليه الخلوة يعني كان يقعد هناك يتفكر في مخلوقات الله لأن التفكر في مخلوقات الله تقوي يقين المؤمن وترقق القلب التفكر في مخلوقات الله لو أن إنسانا قعد مثلا في الجبل أو عند البحر على الشاطئ أو ليس شرطا يعني هنا وهناك لو نظر من شرفة بيته أو من سطح البناء إلى السماوات والبحر والجبال والأشجار والأنهار صار يتفكر في مخلوقات الله بنية حسنة هذا ينتفع انتفاعا عظيما وهذا تعظيم يعني يستحضر في قلبه أنه يعظم الله سبحانه وتعالى له ثواب على ذلك وهذا يرقق القلب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي كان مؤمنا كان مسلما مؤمنا مسلما ليس كما قال هؤلاء الفسق الفجر الذين حذرنا منهم أمس في خطبة الجمعة وحذرنا منهم هنا في الدرس هذا البرنامج اللي عملوه بتونس نزل واحد مزيع صار يعمل مقابلات مع الناس ويقول لهم الرسول ماذا كان يعبد قبل الإسلام قبل أن يعبد الله قبل أن ينزل عليه القرآن هذا يقول كان يعبد الأصنام وهذا يقول كان مشركا حاشا وهذا يقول كان على دين قومه أعوذ بالله العظيم من مسخ القلوب الأنبياء من طفولتهم يكونون على الإسلام من طفولتهم يكونون على الإيمان إلى أن يموتوا لا يمر عليهم لحظة واحدة في عمرهم يكونون فيها كافرين هذا لا يصير لا يجوز ولا يصح الله عز وجل قال وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُهُ بعض العلماء يقول من قبل البلوغ وبعضهم يقول من قبل الخروج من الغار عندما كان طفلا وضعه آزر إذا كان إبراهيم وهو من حيث الرتبة بعد نبينا محمد عليهما السلام فكيف يكون النبي مشركا على قول هؤلاء السفلة كيف يكون عابدا للأصنام على قول هؤلاء السخفاء هذا لا يليق هذا لا يصح الأنبياء يستحيل عليهم الكفر قبل النبوة وبعد النبوة قبل النبوة وبعد النبوة الأنبياء لا يكونون جاهلين بخالقهم هذا بالإجماع هذا بالإجماع فإذا انتبهوا قبل أن ينزل عليه الوحي هو كان يعتقد أن الله موجود قبل أن ينزل عليه الوحي يعتقد أن الله موجود ويعتقد أن الله لا شبيه له ويعتقد أن الله لا مثيل له ويعتقد أن الله وحده الذي يستحق العبادة لكن تفاصيل أمور العبادة وتفاصيل أمور الإيمان متى يعرفها بعد نزول الوحي أما الإيمان هو مؤمن الإسلام هو مسلم معتقدا بوجود الله عارفا بأن الله لا شبيه له يعرف أن الله موجود وأن هذا العالم كله خلق لله يعرفون هذا من طفولتهم لكن تفاصيل أمور الإيمان يعرفونها بعد نزول الوحي عليهم عليهم الصلاة والسلام فالحاصل كان الرسول عليه السلام يختلي في هذا الغار ويتفكر في مخلوقات الله وهذا يرقق القلب ويزيد في قوة القلب واليقين والاستعداد للآخرة وكان حبب إليه صلى الله عليه وسلم التصدق على الفقراء وكانت السيدة خديجة تصنع طعاماً وترسله إليه إلى الغار فيتصدق به على فقراء ذلك الجبل لما صار عمره أربعين سنة نزل عليه سيدنا شبريل بأول خمس آيات من بداية سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا أول ما نزل من القرآن هذا أول شيء نزل من القرآن ليس الفاتحة ليس الفاتحة وليس سورة البقرة لا على أن هذا الترتيب الموجود اليوم في المصحف هو بالوحي وهو من تعليم الرسول للصحابة يعني كان الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة أن يجمعوا قال لهم ضعوا الفاتحة أولاً ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران وهكذا من الفاتحة إلى الناس هذا ليس فوضى ليس من تلقاء أنفسهم إنما هذا بالوحي بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته فإذا أول ما نزل عليه هذه الخمس آيات من سورة العلق من بدايتها ثم جعل القرآن أو صار جبريل ينزل تباعاً ثم صار جبريل عليه السلام ينزل تباعاً إلى أن تكامل نزول القرآن لذلك قال ليس مكتوباً في الصحف لماذا؟ هذا فيه حكمة عظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم أولاً لا يكتب ولا يقرأ المكتوب كان ينزل عليه الوحي يحفظه الرسول بعدما يقرأه هو يقرئه جبريل ويعيد خلف قراءة جبريل النبي يحفظه ثم يقرأه على الصحابة الصحابة الكثير منهم كانوا لا يفكون الخط وبعضهم كان يكتب فالكثير من الصحابة كانوا يسمعون فيحفظون كانوا يسمعون فيحفظون حتى يقال في بعض قتال الصحابة للمرتدين في بعض المعارك قتل خلق كثير من حفظة القرآن نحو سبعمائة واحد ممن يحفظون القرآن عن ظهر قلب ممن يحفظون القرآن عن ظهر قلب الحاصل صار الرسول عليه الصلاة والسلام يكلوه عليهم فيحفظون كثير منهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون المكتوب أليس الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم النبي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب وأمية النبي دليل نبوته وأمية النبي متح له لماذا؟ لأنه مع أميته صلى الله عليه وسلم أعطيه وأوتيه وحصل على علم الأولين والآخرين مع أميته هذا دليل على نبوته مع أنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب والله تعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك هلأ بعض الناس شو بيقوله؟ بعض الناس ماذا يقولون؟ هو في الأول كان لا يكتب ولا يقرأ لكن ما مات حتى علمه الله الكتابة والقراءة هذا غير صحيح هذا غير صحيح أصلا لو كان كما يزعمون فأين ما يثبت من دليل قرآني أو حديثي أو قول صحابي واحد بالتواتر لا يوجد لا يوجد أليس الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم؟ أليس قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك؟ ثم في الصلح أليس طلب الكفار من النبي أن يمحو اسمه من الاتفاق الذي كان بينهم وكان علي قد كتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله قالوا لو كنا نعرف أنك رسول الله ما قاتلناك ما فعلنا كذا فقالوا لا نقبل حتى تمحوه فقال النبي لعلي محوه قال أنا لا أمحوه ثم ماذا قال له؟ قال له أين هو؟ اللفظ يعني فدله عليه علي هو النبي بيده محاه لو كان يعرف يقرأ لماذا يقول لعلي أين هو اللفظ؟ كلمة محمد هل كان يعبس؟ هل كان يلعب؟ هذا لا يليق هذا لا يصح لأنه ما كان يكتب المكتوب ولا يقرأه ولا يقرأه فإذن أمية النبي دليل نبوته لأنه مع أميته جمع علم الأولين والآخرين ثم تعالوا لو كان كما يزعم هؤلاء إنه قبل أن يموت صار كاتبا قارئا للكتاب لماذا ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه طلبا لوحا وقلما وأراد منهم أن يكتبوا ما قال أنا أكتب؟ قال إنه يريد أن يملي عليهم لو كان هو يكتب ويقرأ كان هو كتب بيده وترك لهم كتابا ليكون فاصلا وفيصلا ودستورا للأمة لكن اشتد مرضه وكسر اللغط فقال قوموا عني وهذا معناه أنه لم يكن لأمر ضروري لأنه لو كان لأمر ضروري ما كان يتركه النبي ثم بعض الدجالين الكذابين الشياطين هنا في هذا الحديث يكذبون على عمر يقولون عمر قال إنا لا نأخذ بقول النبي وقال النبي والعياذ بالله هذى وكذبوا وافتروا أن عمر ما قال لا نأخذ بقول النبي قال كتاب الله حسبنا لماذا؟ لأنه فهم أن النبي لا يريد شيئا ضروريا ولا شيئا مهما لأنه صار لغط والنبي اشتد عليه الألم فعمر بن الخطاب قال له مسكتوا وقوموا لأجل أن يريح النبي أما لو كان كما يزعم بعض الشياطين أنه ليكتب أمرا ضروريا وعمر منعه تعرفون ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي يخاف من عمر وهذا لا يليق لا عمر ولا مليون وحد مثل عمر بفزع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيثنونه عن أمر مهم وعظيم وواجب لو كان مليار وحد مثل عمر ما بيمنع النبي من الواجب فلو كان الذي يريد أن يكتبوه شيئا ضروريا واجبا ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بل كان أصر عليه إنما كان أراد أن يكتب لهم شيئا من الفوائد الغير ضرورية الغير ضرورية ليست من الواجبات وليس خلافة لعلي كما قال البعض وإلا كيف تركه النبي أَيَخَافُ مِنْ عُمَرَ؟ حاشا ثم لو قال عمر ها النبي هذا أو هجر على زعمهم هل كان الصحابة يسكتون له؟ أم النبي كان يسكت له؟ كان حذر منه قبل أن يموت لكن ما الذي قاله عمر بصيغة الاستنكار؟ أهجر؟ معناه النبي في وعيه النبي لا يصيبه أن يتكلم بكلام الذي ضاع عقله هذا لا يصير عمر كان ينكر يعني النبي لو أراد لقال لكتب يعني أمر بالكتابة فإذن ماذا قال لهم؟ عمر كان مستنكرا أهجر؟ يعني النبي ما هجر هذا الذي حصل ثم الذين يصرون على التحريف وعلى الكذب وعلى الدجل وعلى التغيير وعلى الطعن في عمر من هذا الحديث نقول لهم تعالوا هذا الحديث نفسه من طريق آخر وعند مسلم إن كان هذا في البخاري من طريق آخر أنه طلب الكتف والقلم ليكتب ما ورد في رواية أخرى لأجل أن لا يتمنى متمن ثم ماذا قال؟ قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر تعالوا هذا يفرحكم هذه الرواية هي مكملة لتلك الرواية في نفس الحادثة فإن قلتم إن عمر منع الكتابة فينبغي أن تقبلنا عليه على زعمكم لأنه منع أن تكون الوصية لخلافة أبي بكر ماذا ستقولون؟ ماذا ستفعلون؟ ثم لو كان كما تزعمون لأصر النبي على ما يريد لكن حاش لعمر أن يقول ذلك وحاش لرسول الله أن يكون جباناً وحاش للصحابة أن يسكتوا لعمر لو طعنه في كلام الرسول أو قال لا نأخذ بقول الرسول وحاشاه بل عمر معروف من هو عمر مع النبي ومع السنة ومع قول النبي وفي حماية قول النبي والدفاع عن النبي وعن دين النبي عمر لا يحتاج لشهادة من هؤلاء الأغمار الجهلاء عمر مرة سمعوا هذه الحادثة لتعرف من هو عمر عمر رضي الله عنه وأرضاه مرة جاء إليه أحد المنافقين قال له يا عمر أريدك أن تحكم لي في هذه القضية مع فلان قال له ذهب إلى النبي هو يحكم بينكم قال أنا ذهبت إلى النبي لكن أريدك أنت أن تحكم لي هذا المحتال المنافق ظن في نفسه أنه يستميل عمر ويحكم عمر بغير حكم النبي وحاشة ماذا قال له عمر انتظر دخل عمر إلى بيته جاء بالسيف ثم ضرب عنق هذا المنافق وقال هذا حكمي في من لم يرضى بحكم رسول الله هذا عمر رضي الله عنه فالآن لو حاول جعل أن ينال من نعل عمر قد يصل قد يقال بالصاروخ وما يسمى القمر الصناع إلى القمر ولن ينال من نعل عمر فالحاصل عمر رضي الله عنه وأرضاه ما تكلم ما فيه طعم برسول الله حاشة ولا بسنة رسول الله حاشة فإذا موضع الاستشهاد بكل هذه الحادثة أن النبي هو ما كان يكتب حتى عند وفاته ما كان يكتب بعس وهو لا يكتب ولا يقرأ المكتوب ومات كذلك هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب وهذا هو المعتمد إذن كانت الحكمة أن ينزل القرآن منجما ولم ينزل مجموعا بين دفتي المصحف على الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا هو ما كان يكتب ويقرأ المكتوب وكثير من الصحابة كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون فكانت حكمة عظيمة النبي يقرأ فهم يحفظون يقرأ فهم يحفظون يقرأ فهم يحفظون فلما تكامل نزول القرآن كان حفظه الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا ما نزل في الصحف أو مجموعا بين دفتي المصحف إنما نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل جبريل يقرأه على الرسول والرسول يقرأه على الصحابة وفي هذه الآية الكريمة في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم إنه أي القرآن وهذا بالإجماع إنه أي القرآن لقول يعني مقرؤ لقول يعني مقرؤ شو يعني لقول يعني مقرؤ جبريل على محمد بأمرنا هذا معنى الآية إنه لقول إنه أي القرآن لقول يعني مقرؤ جبريل عليه السلام وهو المقصود إنه لقول رسول رسول هذا جبريل بإجماع المفسرين ثم انتبهوا معي هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يقولون الذين يقولون إن اللفظ المنزل بالحرف والصوت واللغة هو عين الكلام الذاتي الذي على زعمهم يقولون تلفظ الله به ولا يقال تلفظ به ويقولون نطق به ولا يقال نطق به وكلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة اسمعوا لو كان هذا اللفظ المنزل هو عين كلام الله كيف قال الله إنه لقول رسول يعني على زعمكم الله كذاب كان قال إنه لقولي كيف قال إنه لقول رسول لو كان هذا اللفظ بعينه هو الكلام الذاتي كيف يقول إنه لقول رسول يعني صار بزعمكم كاذبا حيث قال إنه لقول رسول وهو تلفظ به فهذا دليل أن الله لا يقال عنه تلفظ ولا نطق ولا تكلم بحرف وصوت ولغة وأن اللفظ المنزل ليس هو عين الكلام الذاتي فصح أن يقال عن ما أخذه جبريل من اللوح المحفوظ بأمر من الله وقرأه على الرسول صح أن يقال عنه إنه لقول رسول أي مقرؤ رسول وليس جبريل ألفه أو نظمه من عند نفسه هذا لا يصح ولا يجوز الجواب واستدلالنا نعم واستدلالنا بقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين من أوضح الدلائل على صحة ما يقوله أهل السنة المنزهون لخالقهم عن شبه المخلوقين إنه قلنا أي القرآن لقول مقرؤ رسول هو جبريل بالإجماع كريم صفة وتعظيم لجبريل ذي قوة لأن الله أعطاه قوة عجيبة تكلمنا عنها في الدرس عندما تكلمنا عن الملائكة عليهم السلام عند ذي العرش مكين يعني له منزل عالية عند خالق العرش وهو الله لأن جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة مطاع أي بين الملائكة ثم يعني جبريل عليه السلام هو مطاع لأنه رئيسهم وهو موصوف بالأمين لأن الله اتمنه على الوحي وإلى هذا ذهب الفريقان من أهل السنة الماتريدية والأشعرية والماتريدية والأشعرية كلهم يعني من كانوا على ما عليه الأصل في الأشاعر والماتريدية لا نتكلم ولا نعني من انتسب إليهم وشز صار مائلا إلى الفساد أو إلى التشبيه أو إلى التجسيم هذا أصلا ليس منهم ولا يحسب عليهم عندما نقول الأشاعر والماتريدية هم أهل الحق وهم الذين مدحهم الله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكما قال الحافظ الزبيدي رحمه الله ماذا قال في الإتحاف وحيث أطلق احفظوا هذه العبارة وحيث أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعر والماتريدية اليوم بعض الناعقين من المعاصرين في المنصات في المواقع في الفضائيات في الجامعات صاروا يمدحون المعتزلة ويطعنون في الأشاعر والماتريدية هؤلاء في قلوبهم مرض هؤلاء في نفوسهم زيغ هؤلاء في عقولهم كما قد يقال حول وعور لماذا؟ لأنهم تركوا السواد الأعظم الذين مدحهم القرآن ومدحتهم السنة وذهبوا إلى شزاز الآفاق الذين خالفوا القرآن والسنة والإجماع كيف يطعن في الأشاعر والماتريدية ويمدح المعتزلة وتمدح المعتزلة كيف؟ هذا لا يحصل إلا من أعمى القلب ماذا يقول بعض دكاترة الجامعات اليوم وبعض أدعياء المشيخة؟ يقولون المعتزلة عندهم منفتاح ويقولون المعتزلة أصحاب العقل النير أي نير يا مظلم؟ هذا نير اللي بخالف القرآن عنده عقل نير اللي بخالف الإجماع عنده عقل نير اللي بخالف السنة السابتة عنده عقل نير هذا الإنسان داعي إلى الفساد المعتزلة جاء في ذمهم الكثير من الأحاديث والآثار أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم صنفاني من أمتي لا نصيب له ما في الإسلام المرجئة والقدرية المرجئة والقدرية أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر أليس قال أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه إن الله يتكلم بلا حرف ولا صوت ولا آلة وقال رضي الله عنه وأرضاه أن يشبه الخالق مخلوقه وقال وقال وكثير من الأئمة والعلماء وهؤلاء خالفوا شيء في القدر شيء في الصفات وبعض المعتزلة أو المعتزلة عندما نقول المعتزلة هذا لا ضير فيه معناه من قال ذلك منهم بعض المتأخرين من العوام أعني يعني الآن من انتسب إليهم ولا يعرف عقيدتهم إن لم يعتقد ما عندهم من كفريات لكنه انتسب إليهم انتسابا ولا يعرف ما يقولون ولا يستحسن عقائدهم نعم هذا لا نكفره لكنه يكون ضالا لأنه مشى معهم وأيدهم فإذا الحاصل انتبهوا معي عندما نقول المعتزلة ينكرون الصفات فكيف يقال عنهم أصحاب عقل نير؟ ثم تعالوا إلى ما قاله الأوزاعي والحسن البصري رضي الله عنهما من كذب بالقدر فقد كفر تعالوا إلى ما قاله ابن عباس كلام القدرية كفر زندق تعالوا إلى ما قاله الإمام علي بن أبي طالب على منبر الكوفة ليس منا من لم يؤمن بالقدر خيره وشره هنا في هذا الموضع ليس مننا يعني ليس من المسلمين بعد كل هذا يأتي إنسان أعمى القلب والبصيرة أعمى القلب والبصيرة يقول المعتزلة أهل الفهم وأهل العقل النير وأهل الانفتاح لعنة الله على من يروج لهم لعنة الله على من يمدحهم ويدافع عنهم ويروج لهم ويطعم في الأشاعر والما تريدية هذا على خلاف الإجماع يكفين شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على سلاس وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي وفي رواية السواد الأعظم وفي رواية السواد الأعظم إذن عندما يقول الرسول ما أنا عليه وأصحابي ويقول السواد الأعظم وروايات هناك بعض الروايات ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة في رواية إذن كيف يترك الأشاعر والما تريدية وتمدح المعتزلة ما هذا الفساد هذا عما قلب في بعض هؤلاء الدكاتر وأدعياء المشيخة فالحاصل الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر جبريل أن ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقرأه عليه بأمر من الله وليس هذا اللفظ المنزل هو عين الكلام الزاتي الأزلي وهنا كان يتكلم عن الأشاعر والما تريدية نعم العبارة وإلى هذا ذهب الفريقان من أهل السنة الماتريدية والأشعرية فقول من قال من أهل السنة القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة ينزل على التبصير الذي قربوه إذن كما بينا وكما شرحنا عندما نقول القرآن كلام الله إذا كان المراد به الكلام الزاتي الأزلي فهذا لا إشكال فيه وإذا كان الكلام عن كلمة القرآن كلام الله يعني اللفظ المنزل يعني يدل على الكلام الزاتي الأزلي لكن لا يوجد أحد من أهل السنة والجماعة يقول القرآن بمعنى اللفظ المنزل بالحرف والصوت واللغة هو عين الكلام الزاتي الأزلي هذا لا يقوله أحد من أهل السنة والجماعة لماذا؟ اسمعوا ما سأقرأه لكم وهو بالإجماع هذا الإمام العلامة الفقيه المتكلم أبو بكر محمد بن سابق الصقلي المتوفى 493 للهجرة 493 للهجرة ماذا يقول في كتابه المسمى الحدود الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية ومعه مسألة الشارع في القرآن اسمعوا ماذا يقول في صحيفة 213 فالذي أجمع عليه انتبهوا لأول عبارة فالذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى صفة من صفات ذاته قديم أزلي وأنه شيء واحد رأيتم قال بالإجماع هذا رد على الذين يقولون يتجزأ يتعدد ويقولون اللفظ المنزل بالحرف والصوت واللغة هو الكلام الذاتي قلنا أمس لو كان هو الكلام الذاتي كيف أخذ جبريل ونزل به على الأنبياء ثم صار غيره ثم صار غيره يعني على زعمكم الصفة الذاتية تتعدد هذا لا يقول به مسلم ولا عاقل هنا ماذا قال واحد بالإجماع وقرأت لكم أمس أيضا هنا في صحيفة 82 قال مسألة وكلام الله واحد بالإجماع قال وكلام الله واحد بالإجماع هذا السكون الإشبيل الأندلسي الآن اسمعوا ما فيقول يقول وأنه شيء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم ولا يتبعض ولا هو لغة من اللغات ولا هو حروف وأصوات لم يزل الله تعالى متكلما به ولا يزال غير مشابه لما عقلناه من الكلام وأن المتكلم به تعالى يعني الكلام الأزلي الله متكلم به يقول بلا لسان ولا لهوات ولا آلات ولا حركات ولا نغمات ولا حلق ولا صدر ولا شفة ولا خياشيم ولا جارحة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما أنه تعالى متكلم وليس كمثله متكلم كذلك كلامه تعالى مسموع وليس كمثله مسموع كما أنه موجود وليس كمثله موجود وكما أنه مرئي في الآخرة وليس كمثله مرئي وقد أجمع أهل السنة ثم يتكلم في هذه القضية ويرد على الذين قالوا إن الله يتكلم بحرف وصوت ويقول عنهم إنهم كفار بالإجماع يقول إنهم كفار بالإجماع اسمعوا هنا ماذا يقول وأجمع أهل السنة أن الكلام التلاوة المسموعة التي هي أصوات القارئ وحروفه ونغماته من قال إنها قديمة فقد كفر رأيتم الذي يقول عنها إن هذه الحروف والأصوات واللغات والنغمات الذي يقول عنها قديمة يعني كلام الله الزاتي يقول هذا كافر بإجماع أهل السنة وأجمع أهل السنة ثم يبين أن هذا من سخافتهم في الكفر انظروا هذا الذي عليه العلماء هذا من تسعمائة سنة هذا من تسعمائة سنة فإذن هذا الذي عليه الأشاعر والما تريدية أن كلام الله الذاتي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ولا مبتدأ ولا مختتم ولا يشبه كلام المخلوقين بالمرة أما الذين قالوا إن الله يتكلم بحرف وصوت ولغة أو كلامه يكون مبتدأا ثم مختتما أو يتخلله انقطاع أو يكون بلغة عربية أو عبرية أو سوريانية هؤلاء لا أشاعرة ولا ما تريدية ولا من أهل السنة ولا من المسلمين هؤلاء ولا من المسلمين كما رأيتم هنا ينقل الإجماع على كفرهم من تسعمائة سنة ينقل الإجماع على كفرهم فإذن هذا الذي قاله الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فالذي يقول إن اللفظ المنزل حقيقة هو الكلام الزاتي جعل الله مخلوقا مثلنا جعل الله مخلوقا مثلنا يا جماعة لو كان اللفظ المنزل يعني الحرف والصوت واللغة وهذه الكلمات والحروف التي لها أشكال ومتخيلة في الزهم ومحفوظة في الصدور لو كانت هي الكلام الزاتي الأزلي الأبدي التي هي صفة قائمة ثابتة لذات الله تعالى بذات الله تعالى لو كان كما يزعم المشبه المجسمة ماذا يقولون عندما يأتي كافر فيدوس على المصحف داس على صفة أزلية لله أليس منذ أيام ومنذ فترة قام بعض الكفر الحقر بالدوس على المصاحف منذ فترة قريبة أليس امرأة ساقطة أقل من البول صورت نفسها عارية قاتلها الله ومزقها وفتت كبدها ومزق قلبها وبدنها وفجر رأسها ودماغها بآثار قدرته سبحانه صورت نفسها عارية تدوس على القرآن ماذا يقول المشبه الذين لا يستحون من الله عن إخوانهم هؤلاء الكفار الذين يدوسون على المصحف داس على صفة ذاتية أزلية أبدية لله هم إخوانهم في الكفر هؤلاء كفرهم من هذه الناحية وهؤلاء كفرهم من هذه الناحية فليجيبوا عن هذا ماذا يقولون تنزه الله حاشا لله فإذن هؤلاء ما عرفوا الله ولا آمنوا به ولا وحدوه ولا عظموه ولا قدسوه ولا مجدوه ولا عملوا بقوله ليس كمثله شيء بل قالوا إنه مخلوق لأنه يتكلم بحرف وصوت ولغة والحمد لله رب العالمين غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من شرح صفة الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته